أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران هذا وأوردت صحيفة دعوت أحرنوت أن إسرائيل بدأت تعزيز إجراءاتها الأمنية حول كافة البعثات الدبلوماسية في أنحاء العالم وذلك بعد اغتيال هنية ومن جهتها ذكرت صحيفة جوريزلين بوست الإسرائيلية أن المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية كان قد نشر صورة لهنية مكتوب عليها بخط كبير كلمة تم القضاء عليها وبعد بضع دقائق تمت إذالة هذه الصورة من على حساب فيسبوك وأشارت وسائل الإعلام العالمية بالفعل إلى المنشور باعتباره تأكيدا رسميا على مسؤولية إسرائيل عن هذا الوزراء تأكيدا رسميا